السلام عليكم ورحمة الله ده الوضع الطبيعي لما تكون ماشي بسيارتك بالليل ومشغل الانوار لكن ده هيكون الوضع لما تكون ماشي وانت مشغل الرؤية الليلية في سيارتك وده نموذك تاني للوضع بالليل لما تكون مشغل انوار السيارة ولو ركزت هناك بعيد هتلاقي ناس بتعد الطريق وانت مش شايفهم لكن مع تكنولوجي الرؤية الليلية هتلاقي نفسك شايف الناس والطريق والمباني بوضوح شديد جدا كأنك بالنهار ولما ترجع للوضع العادي هتكتشف الفرق المهول بين الرؤية العادية والرؤية الليلية اللي انت شفته ده هو جزء صغير من امكانيات تكنولوجيا رؤية ليلية للسيارات التكنولوجيا دي بدون ادنى مبلغة بيتحول لك الليل لنهار وبالالوان الحقيقية والميزة فيها ان هي ينفع تركب لكل انواع السيارات خلينا الاول نتفرج عليها وبعد كده نشوف اداءها على الطريق هيكون عامل ازاي خلينا نتفرج ونشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التكنولوجيا دي عبارة عن شاشة بالحجم اللي انت شايفه ده فيها من قدام عدسة او كامرة بدقة الف تمانين بيكسل العدسة دي بتعمل بالاشعة تحت الحمراء ومخصصة للرؤية في الظلام داخل الشاشة بقى فيه برسيسر سوني قوي جدا البرسيسر ده بيعالج الرؤية في الظلام او بمعنى صح بيعالج الاضاءة الضعيفة اللي بتكون موجودة على الطريق ويعالجها ويظهرها قدامك على الشاشة بدقة الف تمانين بيكسل لدرجة ان انت بدون اي مبلغة تقدر تمشي بالشاشة دي فقط على ضوء الامر وهسيب لكم تحت الفيديو ده على اليوتيوب رابط للشاشة دي علشان لو حد حب يقرأ ويعرف عنها اكتر لكن الاول خليني افرقكم على كل امكانياتها في طريقتين لتثبتها في السيارة الاولى عن طريق الاعدة الكبيرة اللي بتتثبت بمصمار وبعد ما بتربط المصمار بتركب عليها الغطى المطاط اللي جاي معها وده بيكون شكلها النهائي او انك تجيب الاعدة التانية وتربطها فيها مباشرة الاعدة دي بتكون عبارة عن شفاط ازاز فيه دابل فيس وده بيكون شكلها النهائي بعد التركيب مكان تثبتها دي حاجة ترجعلك لو الطابلو عندك مستوي فالمطاط اللي في القعدة بتاعت الشاشة بيكلبش في اي جسم مستوي ناعم تحت منه وبيثبت عليه من غير اي لازم او ممكن تستخدم الحامل التاني اللي هو بشفاط ودابل فيس وتثبته على الطابلو في اي مكان يعجبك او تلزقه فوق مباشرة على الزجاج لكن شخصيا بفضل الشاشة تكون على الطابلو التشغيل من اسهل ما يمكن بتجيب الكابل الطويل اللي فيه تلات اطراف وبتاخد الناحية اللي فيها طرف واحد وتركبها في الشاشة بس خلي بالك من الدليل اللي بيكون موجود في الفشتين وانت بتركب الطرفين مع بعض والطرف التاني من الكابل الطويل مع طرف الولاعة اللي جاي معاها وخلاص على كده العدسة نفسها بتتحرك في كل الاتجاهات معاك علشان تزبطها في الوضع اللي رايحك بمجرد ما بتركب الطرف بتاعها في الولاعة الشاشة بتشتغل تلقائيا والازرار اللي فوق دي كلها بتتحكم منها في اي حاجة في الشاشة اللغة الوضوح التباين دقة الالوان وغيرها خصائص كتير جدا وخليني اواريلك نمازج من اداءها على الطريق بالليل لو ركزت وانت بتتفرج هتكتشف انها بتظهر مباني واشياء على جانب الطريق ما بتكونش شايفة اصلا وبتكشف مسافة طويلة جدا من الطريق قدامك وكل ده بألوان واضحة وقوية جدا ركز بس وانت بتتفرج ده كده جزء من اداءها بالليل لكن في الضباب او الشبورة حدس ولا حرج الناس كلها بتكون ماشية شايفة المستوى ده قدام منها في الضباب او الشبورة لكن انت بتكون سايق بيها وشايف المستوى ده قدام منك من الرؤية يعني غيرك بيكون بيعاني وانت بتكون كاشف قدامك لمسافة كويسة جدا دعنا نتفرج على بقي امكانياتها اشتركوا في القناة لو فكرت تشتريها الموقع بتاعها بيدعم اللغة العربية هتختار الأول طريقة الدفع اللي تنسبك وتضغط عليها هينقلك لصفحة تانية فوق على اليمين هتحط الكود اللي تحت الفيديو علشان تاخد خصم وعلى الشمال هتسجل عنوانك تفصيليا وبياناتك كاملة وبعد كده بتدخل بيانات الفيزا علشان تنفذ الطلب بكده أكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله